اهلا بكم إلى حلقة جديدة من كواليس كواليس الليلة تدخل غرفة العمليات تتدبع مشرة الجراح وتستمع لنبضات من يراقب نبضنا عادة تستضيف واحدة من صناع الجمال ومن نجحت لسنوات في ترميم الوجوه وكانت على موعد لمواجهة القلوب المشوهة ضيفة كواليس جراحة التجميل الدكتورة مريم العمامي أهلا بك دكتورة أهلا بك ستادة سادة دكتورة مريم لمن لا يعرفك أنت واحدة من أشهر جراحات التجميل في ليبيا تخرجتي سنة 2013 عادة في قصة وراء اختيار التخصص الدراسي أو خيارات الحياة عادة يعني فهل في وراء اختيار جراحة التجميل للدكتورة مريم قصة؟ أكيد هو يعني ما كانش اختيار عشوائي أنا صغيرة قصبت بحادث اللي هي تعرضت الحرق كان جزء منه في رقبتي وشوية في يدي فكان وأنا كبرت كبرت بيه ففي الأول أنا ما كنتش متصالحة مع نفسي يعني ما كنتش حابتها فما حسيتش إنه تم ترميمي بشكل صحيح تمام؟ فمن أول ما دخلت كلية الطب يعني كنت حابة إنه يكون هذا تخصصي حيث أني أنا نختار التخصص اللي يغير حياة الناس دي الأحسن يعني أنتي يؤثر فيك لسنوات الحرق يعني أي طبعاً كان عمري سنتين تقريباً وقتها وقت انحرقت وقداش أنتي بحسب تجربتك الشخصية تشوهات هذه اللي تعرض لها البنيادة مخاصة المرأة يعني أو البنت الصغيرة قداش يؤثر في حياتها تقتها في نفسها شوفي أول حاجة أنا ضد مصطلح تشوهات لأن تعلمت إنه هو مش تشوه هو اختلاف يعني الإنسان اللي تعرض لتجربة سواء كان محروق أو سواء كان عنده مشكلة في وجهها هذا ما نقولوش عالي مشوه نقولو عليه شخص مختلف فبالعكس أنا لما نضجت وكبرت صلاحت مع نفسي حتى إنه حبيتش النحي الحرق اللي أنا موجود فيه حاست أنه هو جزء من لا عفوا دكتورة ونعتدروا من الناس اللي ممكن متعرضين للشيء هذا تشوه مش لأنه هو شيء خارج طبيعته ومثلا لو ولد شخص بشيء خلقي يعني في جسمه ممكن يتقبله في ناس تتقبله في ناس لا أكيدا لكن هذا خارج عن إرادتك يعني بالضبط وكلنا كنا نطلقوا في مصطلح تشوه خلقي لعندما صارت حملة في عام تقريبا 2017 من قبل دكتور مصري حملة اسمها ما تخبيش وشك أنا كنت مشاركة فيها الحملة هذه يعني كانت تتطرق المواضيع هذين فتعلمنا من الدكتور هذا ومن الحملة هذه إننا ما عاش نطلقوا كلمة تشوه خلقي بل زي ما قلت لك نسموه اختلاف خلقي طيب أنت من التجميل بعد سنة واحدة من تخرجك حصلتي على البورد الليبي في الجراحة الترميمية صحيح؟ بعد سنة خشيت امتحان القبول ونجحت في امتحان القبول طيب هل يعني اتجاهك للترميم تحديدا كان زيادة خبرة ولا هدف إنساني أكتر من كونه طبي هو الترميم فن يعتبر أساسا يعني زي ما قلت لك ولو تشرحينا بس الترميم ماذا يعني تحديدا شوفي نشرح لكم الأول شون هو تخصص جراحة التجميل يعني تخصص جراحة التجميل يندرج تحتها أو مجموعة من التخصصات من بينها الحروق جراحة اليد جراحة الفك والوجه والجمجمة من بينها جراحات تجميلية اللي كلنا نعرفوها بالإضافة إلى الترميم أو ريكونستركشن الجزء هذا مثلا حد تعرض لحادث تمام؟ في الحادث هذا تم نزع الجلد يعني نتيجة الحادث تحول الجلد وقعد العظم باين فرضا تمام؟ في الحالة هذه المريض هيحتاج جراح تجميل عشان يرمم له بحيث أن نحن ناخده سديلة أو ننقل عضلة أو جزء من الجلد للمكان هذا بيش نغطوه فهذا يسمى ترميم يعني نحاوله طيب أنت الترميم هذا تجهتيلة لأنه لازم أي دكتور تجميل يتجهل أو لأن مريم حابة تشتغل الموضوع عادة لأنه فيه جزء إنسان كبير يعني؟ بالضبط لا هو في البداية عندنا نحن الروتيشن يعني لازم نمره على كل التخصصات هذه في جراحة التجميل بس أنا ميولي أكثر للترميم يعني بعدين بعد نكمله البورد الليبي كل واحد حيتخصص في شيء مثلاً فيلي تخصص جراحة يد فيلي تخصص المايكروسيرجري الجراحات المايكروسكوبية فيلي تخصص ترميم أنا حابة ترميم علاش؟ زي ما قلت لك إنه منحس روحي إنه بنغير حياة شخص للأحسن يعني هو قاعد في وضع سيء فوقت أنا نرمم له الشيء هذا أو نحسنه أو نعدله يعني الجزء هذا يغبيني أنا نفسياً جميل طيب المشرة عادة أنت جراحة المشرة تيبي قوة عصاب أكيد مريم قوية ولا في الطبس في الأول يعني في خلال أول عمليات أكيد بيكون في رعب ورهبة خصوصاً لما نوقف أنا جمب أستاذ كبير يعني من أستاذتي اللي يعلمونا بيكون في رعب شوية بيكون في رحشة حتى في اليد بس مع الوقت ومع الحالات اللي نحن شفناها خصوصاً وقت الحرب كنت أنا يعني في الديوتيز أغلب الأيام فلا خلاص تعودت يعني أنا أنت ريح لما نمسك المشرة ما نعرفش المعلومة هادي تخوف شوية بالنسبة لي بس أنت مراتي قلتي في الحرب مثلاً ممكن بداية الألفين وأنت تخرجش لألفين وثلتاش أهي ألفين وحداش كنا بس متطوعين ما كناش نشدوا المشرة عبارة عن أننا نمشو نشوف الحالات نغيرو لهم الجرح وبس يعني من الحالات الصعبة جداً اللي مرت عليك أو اللي كان لها تأثير إنسان كبير على مريم زي شاني مثلاً في ثلاث حالات الحالة الأولى كانت بنت صغيرة عندها وحمة كبيرة في وجهها الحالة هذه دخلت فيها أنا وطبعاً مع دكتور أستاذ محيدين الشكري يعني صار لها تغيير بنسبة 90% لأن الناس وقت يشوفوا البنية هذه يقدوا خافوا منها نص وجهة أسود يعني زي شعار فيه وحمة جلدية هذه فخشينا بها في كذا عملية أنا مكملتش معاهم لأني انتقلت من بنغازي لطرابس بس هم أكملوا معاها فهذه من الحالات اللي فعلاً شفنا فيها فرق كبير الحالة الثانية كانت لأحد ضحايا الحرب طبعاً كان فاقد الجزء الفم الشارب التحتاني كله فبرضو كنت أنا مع دكتور فتحي العبيدي خشنا فيها ودرنا لترميم فتغير للأحسن يعني نقدر نقول عن 98% ومرة كنت ماشية في القسم فنسع بحد يقول دكتورة مريم دكتورة مريم كان راقت هو يعني جاي مرة أخرى فأنا معرفتاش يعني يعني شفت وقت العملية وطبعاً إحنا شن يصير وقت يخش المستشفى ديرولهم يعني العملية بوقت طارق يكون يعني حالة طوارئ فبعدها يطلع المستشفى معاش يردوا يراجعونا أحياناً يعني مش كلم هذا كان واحد من الناس اللي ما عاش راجعنا فوقت شفتها على طول صورتها عشان نوري الحالات قبل وبعد لتوى داسة الصورة متاع تغير للأحسن بواجد يعني حلو شعور إنساني حلو يعني بس في كواليس تخصصكم أنتوا في الطب زي أي تخصص تاني يعاني من الدخلاء دخلاء المهنة يعني هل هذا الزحام المهني نقدر نسموه هل هو خطر عليكم أنتوا كتباة وعلى المهنة بسفعام وعلى الناس المصابة يعني خاصة إنها زي ما قلت لها جانب إنساني كبير يعني موضوع مش بس بالضبط هما دخلاء المهنة مع الأسف ناس غير متخصصة أصبحت فاتحة مرافز تجميل علاش هما هلبة عندكم أنتوا بالدات لأنه يمشوا ياخذوا دورة مثلاً في أي مكان فيلر بوتوكس بي أربي حساب وإن الموضوع سهل هو شوفي بره في أوروبا مثلاً من حق التمريض إنه هو يحقن فيلر و بوتوكس بس بشرط إنه هو يقرأ الأناتومي الأول وبعدها يقرأ التكنيكس الخاصة بالطرق هذه ويمتحن لو حصل الشي هذا من حقه يفتح مركز بس عندنا لا ياخذ دورة ويجي يفتح مركز ويبدأ يلعب في الناس طبعاً هذه أيضاً يدخل فيها جهل الناس الناس مفروض لما تمشي لأي حد لازم تسأله شن تخصصك هل أنت طبيب جراح تجميل أو جلدية إذا كانت غير التخصصين هذين ياخذ حذرة يعني طيب بوجود هذو القوانين الليبية شن وضعها يعني مع الأطباء ومع الناس اللي دخلاء أو اللي ممكن يرتكبوا جرائم يعني هو مفروض نقابة الأطباء يعني والرقابة يشدد الأطباء هنا نقابة في ليبيا فعالة يعني؟ أي فعالة كل سنة نحن نمشي نجدده في الاشتراك فيها حتى لو الواحد بيقرأ بره أو يخدم بره أو الحاجة بيشوفه هل هو مسجل في النقابة أو لا فقاعدة تخدم يعني حتى لو صارن أخطاء طبية ومشاء المريض رفع دعوة على الطبيب إذا كان مش مسجل في النقابة معناها هيقع في مشكلة طيب لو المريض أو الشخص المصاب اللي يتعالج عنده هو مش طبيب هل هنا النقابة لها دورة أو ما دخلهاش يعني؟ مفروض مفروض أي لا هي ملهاش علاقة من ناحية هذه المفروض أن الدولة يكون لها إجراء ضد المراكز هذه يقوم بإغلاقها مفروض طيب من ضمن الكواليس اللي عندكم وانتوا في مهنتكم وين الأشياء اللي تشوفيها النقوية جداً في ليبيا ووين الأشياء اللي لا على أقل فتخصصك يعني شوفي كأطباء كأشخاص عندنا عندنا أطباء كويسين ديما نسمو فادي مريم بس نحن يعني فيه أزمة ثقة بين الناس وبين الكادر الطبي أو المؤسسة الطبية بصفة عامة يعني بدون تفصيل شوفي هو الطبيب اللي بي مظلوم أول حاجة معناش أي فاسيليتيز اللي هن الحاجات المكملة يعني الطبيب بروحه ما يقدارش يخدم لازم من وجود تمريض جيد معاون طبي بالإضافة محتاجين لمراكز تدريب محتاجين ليه للأجهزة المكملة التشخيصية زي الامراي، السيتي المقبعية، الإكس راي يعني مرات أنا نقعد نخدم في ديوتي تجيني حالة مضروب في يدها عندها كسر عند زال الصورة الصورة ما تخدمش فأنا هكي نقعد في معظلة هل هو عندها كسر ولا لا بيكون بس بالتشخيص يعني بالفحص يعني أنت ومشكلة لطبالي بين التشخيص مش سريع لأنها ما فيش أجهزة تساعد بالضبط وفي شوية ظلم على الطبيب يعني نحن نشتغل بمعدل كبير جداً مثلاً نشتغل ديوتي ما يقارب 22 ساعة يكون عندنا يوم واحد أو يومين أوف باقي الأيام كلنا ننجو نداومه ما بين عيادة الصبح ما بين القسم ما بين العمليات ما بين الديوتي هذينا كلنا خلال أسبوع ماريو ما عليش أني نكلمك كشخص بعيد عن المهنة هذه الطبيب أوكي دار العملية وكل بس أنا كمريضة أنا ما نتعاملش مع الطبيب بس أنا في مستشفى مع تمريض مع نظافة الإمكان مع العناية مع كل الأمن كلها كلها مهم بالنسبة لي أنا كشخص مريض فما تجدش تقولي للدكتور يعني هل ينتهي دور الدكتور أنه يطلع من غرفة العمليات يغسل يديه وانتهى الموضوع؟ المفروض أنه الطبيب ما لاش علاقة بالأشياء الثانية زي ما قلتي التمريض الأمن ما يؤثر عليه عمليته مثل هو دار عمليات ناجحة سمع لكن العملية تحتاج عناية بعد أي شوفي فيه في التخصص الطبي في الصحة أو الإدارة المستشفيات ليه تخصص من تخصصات الصحة العامة عبارة عن ناس يقرؤ أربع سنوات في الصحة العامة لما يتخرجوا يكون هو الشخص هذا المسؤول عن الحاجات اللي أنت قلتيها ترتيب الحالات ترتيب العمليات ديوتيز مثلا من اليوم ديوتي من مد كاترا من مد تمريض أما بالنسبة للأمن والقصص الثانية فهدينا تبع إدارة المستشفى يعني الطبيب ما لاش علاقة إطلاقا بيهن طيب ما لاش علاقة بس مش مفروض أن الدكتور يرفض العمل في مكان يهمل المريض بعد فروجة من غرفة العمليات ما يقدرش علاش يعني أسفة شوفي لما نجد أنا ماس كديوتي أوكي ومستشفى مفيش ولا حاجة أنا ضميري مش حيسمح لي أني أنا من جيش للمستشفى تمام؟ فيه خليني نحكي لك على تخصص تاني زي دكاترة الباطنة مثلا لو جدهم حالة لو هو مثلا رفض العمل اليوم هذكي لأنه مفيش تمريض ممكن يجن في اليوم هذكي عشر حالات سكتة قلبية لو ما لقانش الدكتور حيموته طبعا هذا اللي قاعد نتعرضه له في ليبيا أزمة الأسرة مثلا مفيش أسرة يجي المريض وما يلقوا له السرير سواء كان في القسم أو في العناية يعني فيه حالات عناية يقدم مفروض هنا يرقدم في العناية ما يلقوا له السرير يرقدون في القسم فمن هذا خطأ كبير هو اللوم هنا ينحط على الطبيب بس الطبيب ملاش أي دخل طيب بعيدا عن الإدارة الطبية هذه مفروض تكون في المستشفيات التي تعتبر مشكلة بالنسبة لكم صحيح النقابة شن دورها غير أنه جدد عضوية الطباء يعني مفروض أن نقابلها دور في الحاجات هذين تساعد الطبيب على الأقل لما مثلا نوقف وقفه يوقف معنا بش هما يقوونا نحن يعني نستقو بهم لكن ما نشوفش في شيء يعني نحن درنا مظاهرات تقريبا في الـ 2019 على المرتبات متعاتنا يعني مثلا أنا نتخرج مرتبي تقريبا 630 جنيه بعد علاوة الخطر وإلى آخره من هذا 740 يعني ولا حاجة يعني نخدم تقريبا أكثر من 6 أيام في الأسبوع بما فيهن ديوتي فلما درنا مظاهرات وقتها في طرابل السوبانغازي اعتصامات أو وقفة احتجاجية عدلوا المرتبات لك مع الأسف ما بوش يعتمدوا القرار وتوقيحهم مفروض النقابة في الوقت هذا توقف معنا لك مش شفنا شو منهم أي ردة فعل وعلاش مستمر نجدوا في عضويتكم إذا كان نقابة شكلية فقط في النهاية بك لو أنا تعرفت لأي موقف أو المريض يرفع دعوة علي في النهاية أنا مسجلة في النقابة قانونيا تحميني يعني خلينها للحظات الحارجة بالضبط طيب بعد الفاصل نتكلم هل الطبيب اللي عالج الناس يوقف عاجز عن علاج نفسها أحيانا أهلا بكم من جديد في كواليس جراحة التجميل وضفتنا طبعا ذكروا بها الدكتورة مريم العمامي دكتورة مريم عشتي تجربة النزوح مرتين أولا نسألك قداش التجربة هادي قاسية عليك أنت شخصيا يعني كانت وتانيا من التجارب هادي هل شفتي أن نفوس الليبيين شوجوهم هي اللي محتاجة تجميل وترميم هي تجربة النزوح زي ما قلتي تجربة قاسية جدا لأن وقت الإنسان يطلع من حوشة أنت نزحتي داخل مدينتك وخرجت أي داخل مدينة لا لا داخل مدينتي بس يعني بدأت الحياة من السفر من الأول طلعنا ما معناش ولا حاجة حتى ممكن أوراقنا بس واللابتوب والحاجات الضرورية فحتى دباش ما عندناش يعني وقت طلعنا تمام خضينا فترة يعني بش بش تعودنا وتأقلمنا على الأماكن الجديدة اللي نحنا من مكان مكان طبعا ننتقلو من حوش جدي لأجرنا بعدها الأجار ما كانش مريح أجرنا في مكان تاني بعدها ردينا أخرى الحوش جدي وهكذا فكانت شوية تجربة صعبة صعبة منمناح يعني زي ما قلتك ما فيش استقرار يعني يحس الواحد أن هو بيبدأ من السفر من البداية كأن شخص انولاد فجأة كبير ما عنداش حاجة لازم يكون عنده حوش لازم يكون عنده أثاث لازم يكون عنده يعني المكملات اللي يحتاجها للإنسان من خلال التجربة هذه شفتي ناس هل الناس ستتغير بالتجارب الإنسانية الصعبة هذه وصيروا أكتر عدوانية أقدر نقول لأن الخوف مسيطر لا مش أكثر عدوانية بالعكس أكثر حذر يعني أو أكثر بساطة في نفس الوقت يعني زمان كان طموحي إنه مثلا يكون عندي حوش كبير لا لا يعني ممكن ندير الحوش هذا ونطلع منه زي ما صار في حوشنا فهمتي فقعدت المواضيع نخط فيها بساطة أكثر تعامل الناس اللي مش نازحة مع النازحين أنا من خلال تجربتي الخاصة كان للأمانة عيلتي وقفت معايا أهلي وقفوا معايا سواء كان من ناحية أعمامي أو من ناحية خوالي وغيرها فما كانتش بالعكس ساعدوني إن نعاود الاستقرار اللي أنا كنت متفتقدته أنا وأسرتي هي الجانب السيء كان على والدي أنا والدي من سكان البلاد صابري فمع مراش طلع برحوشة وقت طلع الله يرحم هو توفت وقت طلع بدا ينسى واجد يعني خاش في مشكلة الألزهايمر نتيجة الصدمة لأنني مش متعودي باك برحوشة فكانت هذه أكثر تجربة يعني كانت قاسية بالنسبة لي بالقبض أنتي للأسف أنه في بنياد مينة وفي ليبيين هالبة عاشوا تجارب مختلفة ما تعرفش تقيم درجة صعوبتها بس أنتي مش بس النزوح كان صعب عليك أنتي مرتتي بتجربة من أصعب التجارب اللي هي مرحلة المرض وممكن لو سمحتيننا يعني نشاركيننا في تجربة هذه كيف كانت وأنا سعيدة أن نستخدم الفعل الماضي هنا يا أن هي كانت إن شاء الله يا ربي الحمد لله يعني شوفي القصة دي جات فجأة يعني كنت أنا مخاطفة أننا نمشي نقرأ ماجستير في مصر ونروح من مصر نخش انتحان الجزء الثاني زمالة ليبيا فكان قبل قصة الماجستير كان 15-8 في 2019-2018 سوري حتى نسيت التاريخ من سنة يعني ففجأة مستحت باطي حسيت قتلة طبعا أنا طبيبة وعادة كل سنة ندير في تشيك أب السنة اللي قبلها في 2018 كنت دايرة تشيك أب كامل كان موضوع ما فيش شي يعني فمشيت الدكتور مزيت نتذكر إنه قال لي إنه التهاب بس ما فيش حاجة تخوف بس طبعا أنا طبيبة ما تريحتش إنه التهاب من شنو صار فمشيت الدكتور تاني لأن كان لازم ندير ألترا ساوند بريست اللي هي صورة تلفزيون عثدي هو الدكتور الأول ما كانش يدير فيها فضطريت نمشي لدكتور تاني ووقتها كنت في مدينة مصراتا فالدكتور قال لي إنه فيه احتمال إنه يكون ورم يعني مش واضح إذا كان ورم حميد أو خبيط نحتاجه خزعة خذوه خزعة الأولى والتانية طلعت ما فيهن الشي لكن ما كانتش موخوضة من الورم نفسه كانت موخوضة من النسيج الثادي الطبيعي فضطروا ياخذوها كلها كعينة وطلعت النتيجة يوم العيد سوري يوم الكبيرة متاع العيد الموسم يقولونها يوم الوقفة إنه هي ورم سرطان الثادي كانت صدقة بنسبة لي كنت متوقعك يا طبيب لا أبدا أبدا يعني ما عنديش أي ريسك فاكتور أو أي عوامل تقولنا ممكن أنا نصاب سرطان الثادي يعني لعندي حد في العيلة لا من قريب ولا من بعيد عند سرطان الثادي كنت نتريض محافظة على الأكل المتاعي محافظة على وزني يعني المشكلة الوحيدة كانت استرس أو ضغوطات النفسية ممكن اللي مريت بيهن فكانت صدمة بالنسبة لي يعني صدمة حسيت إن الحياة وبفت لفترة من الوقت حتى نعزلت يعني سكرت كل أكاونت سمتعاتي على السوشيال ميديا معاش قاعت الرد على التلفونات يعني حتى أمي ما قلت لهاش إن أنارا هو مصابة أي مصابة بالسرطان وإلى آخره اللي عند كنت ماشية زي ما قلت لك المصر إنه بنقرأ فقلت بالمرة نأكد على التشخيص غادي فتم تأكيد إنه هو سرطان وإنه لازم نبدأ نأخذ كيماوي وإشعاعي وغيرها من الإجراءات اللي تعالج سرطان الثدي صعب التجربة هذه حتى على دكتورة يعني والبنيات اللي مش تخصة ممكن طبعا أصعب أصعب من الشخص العادي الشخص العادي ممكن مش فاهم شن ممكن يسير أو شن يعني شن البروزز اللي بيمشوا في البرست كانسر مثلا أي مرحلة شن نوع الورم شن ممكن يسير بعدين هل ممكن يرد المرض أو لا إنه هذين كلهم يديرن ضغوطات نفسية كبيرة على الطبيب زي ما قلت لك إنه طبيبة فاهمة أكثر من الناس التانيين فهذه كانت تتشكل ضغط نفسي لفترة معينة يعني تقريبا وأنا كنت نعاني منها اضطريت إنه نستشير طبيبة صديقتي تونسية طبيبة أمراض نفسية بحيث إنه هي تحاول ترممني نفسيا فساعدتني جدا خضيت معها تلات جالسات تقريبا والحمد لله يعني تكون فاهم هلبة مشكلة مشكلة طيب ممكن إحنا وقت بدت الحلقة حيكون الشهر متاع التوعية لأي درجة البرامج التوعية هذه بعيدة عن اللي اللي صير مع المريض نفسه حالة صدمة اللي عيشها أنا نحييك على جورتك إنه فعلاً الموضوع محتاج طبيب نفسي لأن تخطي صدمة مش مش شي بسيط ما يمشيش بأنك لازم تكون قوي ولازم تكون كده ولازم تكون كده نسمعوا في لكلام هذا صحيح صحيح بس لأي درجة الحملات هذه أنت كطبيبة اليوم تشوفي فيها بعين تانية شوفي الحملات مهمة جداً سواء كانت على الصعيد النفسي أو العضوي أو حتى المادي لأن في بعض المريضات مش لقيت بشي كملاً علاجهم فمحتاجات فعلاً وقفة حقيقية يعني ناسي تبرعوا لهم لأنهم يكملوا علاج لأنه وقت العلاج مش هتقدر تخدم فمش بس أن ديري كوبكيك لونة بينك ولا ألبسي بينك ولا ألبسي الشريط الوردي يعني هذا يعني لا شيء للمريضة في وقتها قاعدة تاخذت في العلاج أو هي مش لاقية حق علاجها أنا شفت حاجة حلوة جداً في مصر اللي هي منظمة بهية كده كلنا نعرفوها المنظمة هذي قائمة على التبرعات تبرعات هذين يساعدن في الناس اللي مش لاقيين حق العلاج متاحهم فيريد حتى نحن يكون عندنا الأشياء هذي قصد مريم غير العلاج السيدة اللي تصاب بالمرض هذا أصلاً هو تقبلها زي ما قلت مش سهل تقبل الموضوع والتعامل معاه وأصلاً دخول مرحلة العلاج في فترة بيكون البنيادة محتاج يستوعب الموضوع فيه فشن مفروض يدير لو ما كانش فيه طبيب نفسي قريب لي أو يحاول ممكن يستخدم السوشيال ميديا في الموضوع عالي أنا شفت السوشيال ميديا كانت تتأثر سلباً علي نقول لك كيف مثلاً أنا خشيت في الجروبس اللي هن علاقة بسرطان الثدي ففي وحداتنا لقاهن إيجابيات وحدات سلبيات مع الأسف الإيجابيات من بحث للهنش دي من بحث للسلبيات فاضطريت زي ما قلت لك إننا نسكر كل شي لعلاقة بالسوشيال ميديا في حاجة تانية كانت تزعج فيها جداً إن أنت قوية نعم أنا قوية أوكي لكن أنا برضو إنسان في النهاية تعرضت للصدمة ما كانش الموضوع ساهل علي فكل ما تكوني قوية أو أنت قوية بدأت تزعج فيها في الوقت هذكي زيد في الضغط النفس زيد في الضغط في الضغط خضيت وقتي زي ما يقولون بروحي حاولت نفهم ش نساير معايا تعلمت إن كل واحد يعيش يوم بيوم بس مش عارفة بكرة شو ممكن يصير لا لي ولا لغيري هل تجربة هذي غيرت مريم هلبة ولا غيرت أحلامك غيرت خططك للحياة من كذبش عليك أثرت فيها شوية أحيانا سلبا وأحيانا للإيجابي سلبا إن كل من بنجي ندير حاجة نقول بي أنا مش عارفة أروحي كم بنعيش فليش ندير هكي بعدها نقول لا هو مفيش حد عارف حقيقة إنه هو كم بيعيش ممكن واحد يطلع تضرب السيارة يموت فنحاول نتغلب على الهاجس هذا ما بين هل أنا حنعيش مدة طويلة أم مدة كسيرة فهمتي هل هذا اللي خلاك تتجهي لجراحة الأورام السرطانية؟ لا 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 أنا من قبل ما نعرف أني أنا مصابة بالسرطان بديت في مركز الأورام في مصراته مع دكتور مونير عبد المولى فما كان شو السبب لا وشني بتجربتك مع جراحة الأورام يعني هو جزء متخصص برضو سواء كان مثلا سرطانات جلدية كيف نحنا ممكن نعالجوهن لإزالة الورام أحيانا يحتاج ترميم كيف ممكن نتعامله أو نوعه المريض بالإضافة لأورام الثانية زي سرطان الثادي في بعض الحالات يعني تضطر هنا هي تشيل الثادي بالكامل خصوصا إذا كان صغيرة في السن أو حتى كبيرة يعني مرات السيدة ما تصالحش مع نفس فهنا دور الترميم هل ناجح في ليبيا الموضوع عادة؟ ناجح في عدة أطباء يقوموا بي المشكلة زي ما قلت لك زمان قبل 2011 كان يدير فيه في مستشفيات العامة كان عندنا مركز الحروق في طرابلس عندنا مستشفى الجلاة في بنغازي في مستشفى الأورام مصراتا فكان مستشفيات العامة تدير في العمليات هذين يعني المريضة بالمجان طبعا توا مع الأزمات اللي في ليبيا صعب جدا يعني كانت في خصص عملية الاستقصال كانت موجودة بس عملية الترميم لا حتى ترميم في العام برضو كان كل الموجودات بس توا بعد 2011 طيب في الحالات هذه التجارب الإنسانية الصعبة لازم يكون فيه سند لازم فيه الناس اللي ترفض المساعدة يقولوا كان يمن ببيش حد كل بنيها دم محتاج حتى في الحالات العادية فما بالك في الحالات الصعبة يعني السند في حياة مريم في مهنتها في تجاربها صعبة مني كان؟ كان والدي بالدرجة الأولى يعني هو توفى من كم شهر فكانت برضو هذه صدمة لي أنا كنت علقى به واجد زي ما يقولوا بنت باتها كانت كل طفولتي معه مع باتي وأمي أكيدة بس أنا من حازل جانب والدي أكثر بالضبط أمي طبعا لتوه هي موجودة معايا زوجي وقف معايا يعني ديرلي صبورت كبير جدا جدا حتى مرات مبحت في المرايا نقول شكلي قعد مش حلو مش زي قبل من شعاري طاح حواج بيرموشي بشرتي تأثرت فيا قد هو يقول لي لا بالعكس أنت تجربة مش دي ما خاطرك تقصي شعارك زي البوي كاتس وكياهي فكان صبورت لي الحق جدا أهلي كلهم يعني أخويا عائلتي يعني أعمامي عماتي كلهم كانوا دعمين لي بس غياب بوك مسبب فجوة صعب حدي طبعا أنا ما يعني وقت مرادة ما شفتاش ما كانش قادر يجي جاءت أمي بس وقت مرض ما كنتش جنبة كانت هذه أكثر حاجة أثرت فيها يعني أنا مفروض نكون معاه وقت توفى برضو ما كنتش ما كنتش موجودة غادي بس هو إنسان كان يحب الحياة يعني كان دي ما يحب يعيش يوم بيوم فأنا نحس إن شخصيتي كلها منه هو فهمتي يعني أنا واخد ناصخة شخصية متاحتة فيها فهو معي على طول يعني مش حاسة أني أنا فقدتها فقدتها يعني كيف نقولك كشخص بس روحانياً لا هو معي على طول يعني كل يوم لازم نذكره كل يوم لازم كسرة زي هذه صعب ترميمه حتى على دكتور الترميم صحيح؟ طبعاً صعب جداً هذه السند زي ما قلتي فجوة كبيرة يعني بس يا هكي الحياة لو كان عايشة الله يا رحمة يعني كان حيفرق هلبة في حياة مريم حالياً فيه طبعاً أكيداً كان حيكون فرق كبير يعني شوفي أنا كل خطوة في حياتي حتى في الجامعة يوم الامتحان باهي بيكون هو موجود في الجامعة ما يروحش لعندما أنا نطعم الامتحان ويتطمن علي وروح أنا وياه كان ممكن يراجيني والله بدون مبالغة نقد من التسعة للصبح في المكتبة للعشرة في الليل بدون مبالغة والناس اللي قريبين مني يعرفوا الشي هذا كان ممكن هو يقد قاعد في الجامعة عشان إذا أنا محتاجة حاجة أو نبنزع الحاجة من بره أو إذا كان الوضع يعني مثلاً فترة الحارب ما كان إش الوضع مطمن واجد أنا ما نعرفش نقرأ إلا في المكتبة فكان يعني ديما جنبي على طول معايا كاين إن شاء الله ربي يرحمه الله يا رحمة أنا آسفة أنه ممكن أترنا ذكرى حزينة زي هذه بس زي ما قلت في النهاية الشخص لما تكون أنت يعني عشت معاه كل التفاصيل ومتذكر الأشياء الجميلة معاه ممكن هذا يهون عليك هلبي يعني حتى لما تتفكره تتفكر الأشياء الجميلة أكتر من أنا كان ديما عندي هاجس أن نخاف أن نباتي أو أمي موتوا قبله ديما عندي الهاجس هذا يعني من أنا صغيرة فكن ديما كل ما نرقد لا إن شاء الله يعني ما يسير لهم الشيء يعني بس مع تجربتي مع المرض عرفت أن كل شيء ممكن يسير طيب الطبيب زي نحنين ناس العادية لما يمرض بيدور أشهر دكتور في المجال ولا عنده حاجات مهمة لا ما ندوروش أشهر ندورو أشطر أنا الفرق يعني ممكن دكتور مش مشهور يعني مش شرط الأشطر يكون الأشهر في التب لا لا طبعا مش شرط يعني الشهرة شي والشطارة شي تاني بيكون شخص خادم على روحها شخص عنده معلومات معالج ناس يعرف شن ممكن يدير أو كيف يفرق بين الحالة هذه والحالة هذه يعني أنت ولا طباء أقدر على الموضوع هذا ممكن الناس العادية الشخص اللي انشهر هو اللي بياخد بالضبط لذلك ديما الواحد يسأل قبل ما يمشي لأي حد لأن حتى الطب مهنة زي زي أي مهنة ثانية فيها شاطر وفيها لي مش شاطر صحيح صحيح طيب دكتورة مستمرين في كواليس الجراحة التجميلية وأنا آسفة جدا أن احنا تعرضنا الموضوع إنساني زي هذا وشكرا لك لأنك شاركتنا تجارب زي هذه صعبة يعني بس بعد الفاصل حنشوفه الوجهة التانية للطبيب الملاك يعني ممكن يكون مجرم بمعطف أبيض يعني أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير مع الدكتورة الجميلة جراحة التجميل مريم العمامي دكتورة مريم معايير الجمال عن طبيب التجميل مختلفة عن المعايير اللي نعرفوها يعني أو المتعارفة عليها في عندنا معايير ومقيس معينة للجمال طبعا لكن أنا كمريم كجراحة التجميل ما نحكيش عن معايير جراحة التجميل عندي معايير الجمال إن شخص يكون هو نفسه تمام؟ يعني حتى لما تجيني حالة حابة تغير من شكلها أنا مش عاجبها أو هكي نحب أنا نصحح لها مش نغير لها يعني لو عندها تجعيد أو عندها تجعيد الجبهة مثلا هذين أكثر حاجة يضايقا في السيدات مثلا نحب إننا نحسنهم بس قاعدة هي تملك التعبير لأن حاليا شايفين تشويه كبير في الشغل تمام؟ إن كل الناس اللي يمشوا الجراحيين تجميل أو دكاتر الجلدية يقدوا copy paste من بعضهم إيه هذه نقطة حنتكلم عليها بس قبل أنت قلتي إن المعايير إن الإنسان يكون مستريح مع نفسه بس هذا جانب نفسي لذلك أنا مش مستريحة أنت شايفة الموضوع تمام بس أنا مش شايفة تمام فلو تعطيني ثلاث معايير مثلا أنت كطبيبة تجميل تشوفي إن هي لازم تكون موجودة في الواجهة في الجسم باش تقولي إن الشخص السيدة هذه جميلة أو شاب هذا وسيم تمام عندنا كالسيدات أكيد بنقول لك أي واحدة تشبيل أنجلينة جوري مثلا لهالباكي بس بشوية المعايير شوفي المسافة بين الجبهة والأنف وما بين الفم والأنف مثلا والحنك هذين فيه مقياسات معينة عندنا إذا كان السيدة عندها تعتبر شميلة ولكن نحن خلينا نقوله إن ملامح الوجه ماشي مع بعضها مرة تلقى وحدة مثلا عينها كبار خشم صغير فمها في نفقة حلوة هكي بس على بعضها مش حلوة فهمتي؟ يعني كل حاجة حلوة بس كل على بعضها بالضبط فلازم يكون كل شيء ماشي مع بعضها يكون عندها تحديد العظم مثلا العظم تعوجها محدد زي التكساس زي الوجنة زي رفعة الحاجب حاجة بسيطة الأنف يكون مساوي هذي نفس المعايير تنطبق على الرجال أيضا؟ الرجال يختلفوا من ناحية رسمة الفك متاحهم من ناحية رسمة الوجنة لا فيه اختلافات طبعا تخذ بعين الاعتبار يعني من جيش أنا تجيني وحدا نديرلها مثلا في لر تكساس بحنك راجل حيبا شكلها مش حلو شفنا معنا هذي موضة حاليا نحنا نحدد الفك على حسب مقييس الوجه لكن أنا مش نجي نديرلها فك راجل هي وجه وجه مراعي نجر المسافة بين شن هي المعايير التانية ممكن نقول ع السيدة هذي جميلة ما نقدرش نقول لك في معايير ثابتة للجمال زي ما قلت لك لازم تكون كلها ماشية مع بعضها يعني كلها حلوة على بعضها عيونها خشها قصدك يا دكتور مثلا يقول لي أن العظمة هذي بارزة معناها هراي هذي بروز الوجنة بروز الوجنة بروز العظمة متاع الفك الجبهة العريضة طبعا أغلب سيداتي اعتقدا أن الجبهة العريضة حاجة شينا لكن بالعكس الجبهة العريضة من علامات الجمال الأنف يقعد مساوي هذي حاجة مهمة جدا يعني لما يكون الخشم مقوم بشكل صحيح ما يكونش فتحات واسعات مثلا ما يكونش فيه الأرنبة متاع الأنف ما يكونش العظم بارز يعني فيه ناس واجد عندهم مشكلة في العظم فوقت يكون خشمها مساوي الحنك مرتسم الوجنة محددة ما عندهاش هالبة تجعيد في الحالة هذي نقدر نقول لك سيدة هذي جميلة زي ما قلت لي في النهاية احنا ما نبوش نؤدو اي حد ممكن يتفرج علينا انت جميل او انت جميلة لما تكوني راضية على شكلك وتقبل الموضوع متعايشة معاه من غير اي لازم كلنا نتصالحوا مع نفسنا لازم كلنا نتصالحوا مع نفسنا كل شخص عنده جزء جميل في شخص سواء كان وجهه شعره جسمه نفسه يعني كل شخص عنده شي يتميز به حلو طيب الجراحة انت بكر تكلمنا على التجربة النفسية وانك انت اضطراتي تستعيني بطبيبة نفسية في تجربتك الصعبة يعني فهل جراحة تجميل مضطر يكون مطلع على طب علم النفس يعني او يستعين بطبيب نفسي ولا مش شرط لا شرط مهم جدا لان في بعض الناس عندهم هوس يعني تكون شكلها البنت جميلة بس هي مش مقتنعة بنفسها او مثلا عندها مشكلة في الانف تدير العملية الاولى تقوم الانف امتاحها وقعد مساوي كويس هي قادة تشوف ان عندها مشكلة مرة واثنين وثلاثة فتجد ماشي جاي على جراح التجميل او مثلا وحدة تانية عندها حابة تدير فلر للشفايف مثلا دارت فلر وقعد شكلها كويس مش مقتنعة حابة تزيد وهكذا باستمرار يعني يتحول موضوع لهوس في الحالة هذه لازم تستعين ب مش تستعين نحاول نحاول انا اول حاجة نقنح انها هي جميلة تمام غير هوس التجميل في الحالات الاسعب نتكلمنا على موضوع الترميم الناس اللي تعرضوا لحوادث في حياتهم اي غيرت في شكلهم يعني فهذا صعب انين نجوين نقول والله يتقبل شكلك وتصالح محتاج ان يصلح المشكلة اصلا يعني بالضبط لازم يشوف يعني مش عيب لو الواحد شاف طبيب نفسي او معالج نفسي بالعكس الشخص هذا ممكن يزيد ثقته بنفسه بطرق واساليب معينة عندهم فجزء مهم جدا ان جراح التجميل مرتبطة مع العلم النفس طب النفس بس للاسف مريم ما نعرفش عيادتك كده كان فيه بس عيادات زورتهم أنا مفيش طبيب نفسي في نفس العيادة يعني المفيش ولا في اي مكان انا خدمت فيه تمام لكن لو حسيت ان الشخص محتاج انا ممكن نبعث لي حد يعني منقول له مثلا عندك الدكتور فلاني او المعالج الفلاني واذا رقم تليفونه تواصل معاه ليه مصارتش عشان نكون معاك صريحة ممكن مرة وحدة بس مع حالة كان عندها مشكلة في الان لان قاعد الموضوع بالنسبة لها نفسي اكثر من هو شكلي اي بالحديث عن الموضوع هذا هل احنا شايفينا وعلاقل حسب اطلاعنا يعني في قبال كبير على موضوع التجميل عند السيدات الليبيات بس هل الموضوع عادي وكويس ان يكون موجود ولا تجاوز الحد المعقول بالنسبة لك انتك لما يجوك حالات يعني لا بالعكس طبيعي يعني اغلبهم يحبوا يهتموا ببشرتهم مثلا او يحبوا يحسنوا من شكلهم يعني جات فترة كانوا كلهم يحبوا الاوفر يكونوا جابها مثلا ماسك معاش فيها اي تعبير مثلا حابة تدير فلر بشكل معين يكون برضو اوفر واجد جات فترة هكي بس تولا يعني حتى السوشيال ميديا حسنت واجد من الضوق حيث انه زي ما قلت لك الوحدة تهتم بنفسها تحسن من شكلها يعني مثلا يجان يديران ديرما بين والميزو ثرابي عشان تعطي نظارة تنقص التجاعد الصغيرة فهمتيني في وحدات يجان اكيدة كلهم قصد يعني يديران فيلر وبوتوكس ووكي بالعكس يعني حلو ان الوحدة تهتم بنفسها تغير حاجات بسيطة زي ما قلت لك مش انها هي تغير الشكل بالكامل بس انا ضد ان الكل يكونوا نكابي بيست من بعضهم بزبط على مستوى العالم وقلت انت كلمت على السوشال ميديا يعني شوفوا حالات وحتى في ليبيا يعني مش مقتنعة انك انت متقدرش تكوني نسخة من فلانة يعني معانا والله شوفنا حالات شبه التنساخ بس يمروا بعمليات طويلة جدا وعداب مش سهلة عمليات التجميل الكبيرة يعني فهل يعني لما انت كطبيب التجميل او بصفة عامة لزملاء المهنة يعني هل في ناس ضمير بس هو الرادع يعني انتو الربح المادي ما شاء الله بالنسبة للتجميل حنتكلم علاش مكلف يعني بس انا بنجي نقولك انا نبي زي فلانة نجيبك صورة يعني انا بنكون نسخة منه لا صعب انا نخلي فلانة زي فلانة طبعا او شبه مستخيل صعب ضميرك لا حتى صعب في الشغل راه يعني مثلا انا نجيب وحدة بنخليها شكل ثانية صعب جدا شوفنا في ناس فعلا نسخ يعني من ثمانين ايه يكون اساسا في شبه يعني بحتي ممكن تخليني في طريقتين انا ممكن نغير بيهن شخص اما نلجؤ للعمليات تمام اللي هي ننحط الوجه ننحط العظم ننحط الانف ننقص الجبهة في الحالة هذي ممكن نخلي مثلا فلان يشبه لفلان بس هذي عملية كبيرة وخطيرة تعتبر في الطريقة الثانية اللي هي بالبوتوكس والفلر والحاجات هذه المشكلة ان البوتوكس والفلر يخلي الناس ازاي بعضهم مش اني انا نخلي مش يعني قصدا فهمتي لما انا ندير ماسك للعضلات انت على الواجهة معا شي خدمان فيقعد رسمة الجبهة بشكل معين لما انا نعب الفلر بشكل معين انا ممكن نخلي فلانا ازاي فلانا بس هذا هنا اللي ميز الدكتور الشاطر عن الدكتور اللي مش شاطر والدكتور اللي عنده ضمير مع الدكتور اللي عنده شاني بأي انتوا غالى الاسعار علش والله ما زلنا في ليبيا مش غاليين واجد الاسعار بس القران انت بتخصات تانية ممكن يجيب بعدكم على طول الاسنان يعني بس انتوا المرتبة الاولى في الاسعار المواد نفسها غالية لما انا نجيب مواد من شركة فرنسية او من شركة ايطالية بيكون مثلا خلي نقول لك سعر الفيلر فلنفترض 1200 دينار حقنة الون ميلي انا نديرها 1500 فرضا تمام يعني 300 هذين بيينقسم الربح ما بين العيادة وما بين الطبيب في الحقيقة ان الطبيب ما ياخدش مبلغ كبير اغلب المبلغ يمشي للمادة فهذا السبب طيب يعني انتوا في الحالات هادية وفي العيادات هادية انت قلتي الربح مش كونش كله يمشي للطبيب طبعا بس بردو تختلف تتفاوت يعني عيادة عن عيادة طبعا اذا كان السعر المواد واحد صحيح او لا 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 حسب الشركة شوفي على حسب الشركة كل دكتوره عنده شركة معينة يتريح فيها يخدم بها تمام يعني انا نخدم بمواد ممكن دكتور تجميل تاني ما يخدمش بها فيكون اسعاري انا اغلى وهو اسعار ارخص هنا نعرف ان الفكرة في المواد بالدرجة الاولى طيب شوفنا ناس تعرضوا لي شبه تشوه يعني من مواد معينة هل في رقابة على دخول المواد هادية لليبيا هل في مواد ممنوعة اصلا نستخدم شوفي اغلب الشركات اللي في ليبيا يعتبر ان الشركات عالمية ذات جودة عالية تمام يعني اغلب المواد اللي نحن ناخذ فيهم من ليبيا يعتبر من احسن المواد اللي ممكن يعني تمشي للدكتور وانتي واثقة ان المواد كويسة لان عندنا شركات زي مثلا برومو ايتاليا توسكاني جيوفيدارم حاجات هذين يعتبر ان شركات عالمية ريستالين موجودة في ليبيا وباسعار كويسة جدا هذا للمستشفى هو معاش فيه في المستشفى العام لا مش في العام في الخاص كله لكن شن اللي يسير ممكن شخص هذا يتحسس يكون عنده تحسس من المادة فممكن يسير لا ري اكشن معين مثلا وحده درت فيلر شفايف تورم ايه وتورم بشكل مخيف يعني فهذي لازم ليش انا اقول لك لازم تمشي لدكتور مش حد هاوي لانه في الونس انه هي تعرضت للشي هذا الدكتور حيعرف كيف يعالجها من التحسس لكن لو مشت لي حد تاني مش حيعرف يدير حاجة طيب مهادي هي هادي نعتبر فيها جرائم احنا يعني او على الاقل ممكن تصنف جريمة صحي طبعا ان الطبيب او ما نعرفش نسميهم هادو اللي ايه لا هو طبيب ولا ولا هي هاوي ممكن هاوي ما نعرفش يمارس هوايته في البنياد مين بس هل في مراحل يعني احنا نتكلموا علي اشياء خطيرة جدا ولا اشياء ممكن ابرت كورتزونة وكده ممكن تمشي الموضوع ولا في تشوهات لا يمكن اصلاحها في مع الاسف حالات تعرضا لتشوه لا يمكن اصلاحها خصوصا في قصة الفيلر يعني من اخضر المناطق اللي انا نعطي فيها الفيلر هي الخطين والشفايف ليش؟ لانا فيه تكنيك معين فيه شريين عندي في المنطقة هذي لو انا سكرت الشريان يعني لو دخلت الفيلر في الشريان وسكرته هتصير مشكلة كبيرة ممكن حتى الحالة تفقد البصر متاحها موضوع مش ساهل تمام؟ عادي مش مكتبين ممكن تصير حتى غرغرينة في بداية الانف من مجرد اجراء بسيط زي ما هما يعتقدوا انه هو الفيلر يعني حاجة ساهلة فلازم تمشي لحد مختص يعني في النهاية حتى لو مشات الهاوي وغلاط لها هترد تمشي لي جراح التجميل وهذا اللي قاعد نشوفه فينا احنا في ليبيا صحيح طيب ليبيا ما زالت جميلة ولا تشوهت؟ ليبيا في حداتها حلوة ليبيا في عيون مريم أو في نفسيتها بعد كل اللي مريتي به يعني طبعا بلادي نحبها كلها نحبها نشوف فيها جميلة بكل مساوئها لكن هنا المشاكل أصبحت مثلا الوضع المعيشة للمواطن صعب مفيش ضي ممكن الممية في أي وقت تنقطع مفيش سيولة مفيش فلوس مفيش أصلاً سبل العيش غير متاحة للمواطن فأصبحت صعبة جداً يعني نتمنوا إنها هي تتحسن غير هيكي تو احنا مثلاً نستغل وجودك معانا الدكتورة وأنتي حتنضمي لفريق سلام إن شاء الله يعني إن شاء الله فالموضوع السلام والمصالحة والتشوه النفسي الكبير اللي صاير الآن في ليبيا كمريم المواطنة مش الطبيبة يعني المواطنة ليبيا هل الموضوع هذا ممكن يداوي الزمن أو محتاجين تدخل جراحي سريع لا هو أنا ضد التدخل الجراحي السريع في أزمة ليبيا طبعاً أنا شايفة إنهم نحنا كلنا ليبيين لازم في النهاية نجمعزوا مع بعضنا نحكم مع بعضنا ونوقفوا الحرب الحرب يعني نتائجها خاصرة على الجميع سواء كانت على الجهة هذه أو الجهة هذه غير النتوق في الحرب هل الناس مستعدة نفوسها إن هي تكون أفضل مع بعض خليني نقولك الوقت كفيل إنه يعالش كل شي يعني مع الوقت حتتحسن نفسيتهم لكن في ركائز لازم عشان ليبيا تجد كويسة لازم تقوم عليهم أولاً التعليم يعني التعليم أنا شايفته مع الأسف أصبح منهار جداً لو في تعليم كويس كل المجتمع هيكون كويس ما فيش تعليم كويس مع الأسف حنقدم نشوف في نماذج سيئة جداً مخرجات كلية الطب في ليبيا تعتبر ممتازة ولا؟ تنضم لمشاكل؟ في هكي وفي هكي تمام شوفي زي ما قلت لك القبيب شوية مظلوم الليبي يعني مجرد يتخرج مفروض يلقى العمل متاعه تمام؟ يعني يتخرج يجد سنة سنتين يخدم في المستشفى بدون مرتب في النهاية وراء التزامات سواء كان راجل أو مرأة وراه امتيحانات يعني نحن حياتنا الطبية ما توقفش بالضبط طالما أنا عايشة وقاعدة نخدم لازم نقرأ وندير امتيحانات وإيه الأخير وهذهنا كلهم بفلوس نحن ندفع عليهم دولار ما ندفعوش حتى بالليبي مش نحن نتعلم وننتحنوا فمحتاجين دعم يعني كل المؤسسات في الدولة محتاجة إعادة تهيئة إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن الجاي يكون أجمل يعني إن شاء الله وأنت جميلة من بره ومن جوه يعني زي ما تقوله أنتو بالشرك يا ربي في نهاية المقابلة هذه لو بنسلك بعيداً عن التشوه كل شي صاير أجمل أحلام مريم الإنسانة يعني اللي تراودها حالين في عدة أشياء طبعاً خلينا نحكي على الجانب المهني أول حاجة حابة نكون أنا رقم واحد نمبر وان زي ما يقوله حلو بس في حاجات تانية حابة نكمل الماجستير اللي وقف بسبب الفترة اللي أنا مريت بها حابة نتمنى أن ننخش امتحان جزء تاني زمالة الليبية في الموعد يعني ما نتعطللش بسبب المرض لما يكون عندي البورد حتفرق واجت حابة ناخذ ترينينج أو تدريب في مستشفيات عالمية سواء كانت استراليا أو أمريكا أو أوروبا إن شاء الله الفرصة تجيني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الجاي أجمل يعني إن شاء الله إلى هنا تنتهي حلقة كواليس ترجمة نانسي قنقر شكرا